لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اولها هو موضوع الموقف الفرنسي او التصريحات التي ادل بها ايمانويل ماكرون حول الجزائر والتي لا تندرج الا ضمن التدخل المقنن ببعض الامور التي تحاول ابعاد شبهة التدخل في الشأن الجزائر ولكنها في الحقيقة هي تدخل في الشأن الجزائر وابرزها بغض النظر عن ما قاله عن ان الرئيس تبون شجاع وانه سيدعمه ويساعده لكن الاشكالية في وصف المرحلة بانها مرحلة انتقالية لماذا؟ النظام الجزائري لم يصف انه يعيش في مرحلة انتقالية بل انه انتقم من بعض الذين طالبوا بمرحلة انتقالية في عهدي في الفطرة التي مضت لما كان القيد صالح على قيد الحياة كان يرفض اي مرحلة انتقالية كان يؤكد ويؤسس لما تسمى المرحلة الدستورية بعد ذلك لما رحل هل يعقل انه بعد وصول تبون الى الحكم في انتخابات رئاسية بغض النظر عن المشاركة فيها وما الى ذلك بغض النظر عن هذا هل يعقل انه بعدها تكون مرحلة انتقالية حتى الرئيس تبون قال الجمهورية الجديدة لم يتم ذكرها المرحلة الانتقالية ترى لماذا اطلق عليها ماكرون مرحلة انتقالية وكما تعلمون ان لفظ المرحلة الانتقالية ليس بالجديد بالنسبة لماكرون فقد سبق في مارس 2019 واندعا الى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة في الجزائر وذلك بعد عدول رئيس انذاك عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة واعتبر ماكرون ان ذلك القرار الذي حياه يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر ودعا كما ذكرنا الى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة واصدر انذاك وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان بيانا عبر فيه عن ترحيب باريس بخطوة بوتفليقة والاجراءات التي اتخذها لتحديث النظام السياسي الجزائري المرحلة الانتقالية التي كان يجري الحديث عنها كانت لجأت اليها عصابة بوتفليقة عندما ضاقت بها السبل وعندما خرج الشارع رع الجزائري وتخندقت المؤسسة العسكرية مع الشارع الجزائري عندئذ لم تجد في ذا تلك المرحلة العصابة الا ان تجتمع واستنجدت باليمين زروال من اجل مرحلة انتقالية الى غاية انتخابات رئاسية اخرى ولكن تم اجهاض ذلك واتجه الجيل صالح في اتجاه المسار الدستوري وافضى الى ما تعلمون ولكن لماذا الان يجري الحديث عن المرحلة الانتقالية هل عادت تلك المرحلة مع العلم ان تلك المرحلة الانتقالية كانت مدعومة من باريس لانها تندرج ضمن اتفاقية فالدو جراس والتي تحدثنا عنها في مدخلات سابق ترى ما هي هذه المرحلة الانتقالية هل المرحلة الانتقالية تتعلق بدأت من مرض الرئيس وعندما تظهر حالته الحقيقية حينها ستتضح ملامح المرحلة الانتقالية ان تأتي اعلان عن مرحلة انتقالية من باريس وعلى لسان الرئيس الفرنسي هو تدخل في شأن جزائر لو ان نظام الجزائري اعلن عن مرحلة انتقالية وقال الرئيس الفرنسي في حوار لما سئل على الوضع الجزائري قال هذه بلد لديها سيادة وهي في مرحلة انتقالية ونحن ندعم نظامها وفق رؤى معينة وكذا وكذا ولكن نظام الجزائري اللي يعلن مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية اعلن عليها ماكرم ما الذي تغير ذكرنا من قبل بأن المرحلة لمرحلة القيد صالح كانت فيها ازمة مع باريس الان الامور سمن على عسل بل انه وزير الخارجية الفرنسي اعلن حتى عن تأييده لديون وكذلك بالنسبة للرهانات الامنية والقضايا الجهوية الجزائر على مشارف مرحلة هامة ستمكن الشعب الجزائري من التعبير في الفاتح من نوفمبر على مشروع تاديل الدستور الرئيس تبون اعرب عن طموحاته لاصلاح المؤسسات لتقوية الحكمة واحداث التوازن بين السلطات والحريات وسيعود للجزائريين وحدهم لترجمة امالهم التي عبروا عنها بطريقة حضارية وبكل اعتزاز وفق رؤية سياسية بمؤسسات قادرة على تجسيدها فرنسا تتمنى نجاح لهذا البلد الصديق في ظل الاخترام الكامل ترى هل هذه المرحلة الانتقالية بدأت بما بعد هذا الدستور الذي هو دستور اكثر اكثر ما فيه هي قيم الجمهورية الفرنسية اذا بغض النظر هذا موضوع الانتقالية تحدثنا فيه ولكن الذي حدث ان هناك تدخل لم نسمع اي موقف من طرف اي مسؤول جزائري يقول لا للمرحلة الانتقالية يقول لسنا في مرحلة انتقالية ولكن عندما يتحدث اعلامي او ناشط سياسي جزائري او حتى متظاهرين جزائريين يطالبون بالمرحلة الانتقالية يهب الاعلام هذا اعلام الموالي والاعلام المدعوم من طرف السلطة لتشويههم وطعن فيه وما الى ذلك بل اكثر من ذلك ان عبد المجيد تبون في اكتوبر 2019 عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية رفض الدخول في مرحلة انتقالية من جديد مؤكدا ان الوضع الذي مرت به الجزائر عام 1992 هو من اجبرها على الدخول في تلك المرحلة قائلا لا المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين وجدد رفضه حتى للدخول في جمهورية ثانية موضحا انه مع الجمهورية الجديدة التي تتماشى مع الوضع الجديد المعروف منذ سنوات خاصة منذ عهد بوتفليقة وتعال ان القرار الجزائري يقرر في بريه ومن قال لكم غير ذلك فهو يكلم خاصة في الفطرة التي مرضى فيها بوتفليقة منذ اول جلطة دماغية التي كانت في 2005 وبعد ذلك تعافى الى حد ما ولكن مرضه الثاني كان كارثي ومنذ ذلك الحيل والقرار مصادر بمعنى الكلمة الجزائر كانت في وضع حش في وضع ضعف وحقيقة ولكن وصل الامر الى انه لم تكن هناك اي سيادة بمعنى الكلمة ومن يقول غير هذا كاذب لما خرج الجزائريون الى الشارع ودعمتهم المؤسسة العسكري واكد واقولها وبوضوح انه بعد الله تعالى لو لا المؤسسة العسكرية ما حقق الحراك الشعب اي شيء تعالوا الان بعض الناشطين من قبل يقولون ان الحراك ان الشعب حرر المؤسسة العسكرية ان الشعب هو الذي ادخل العصابة الى السجن ها هي العصابة تخرج من السجن عندما تغيرت القيادة العسكرية وراحل القيد صالح الذي كان هدف لهؤلاء قلهم ما تره الشعب الجزائري يعيد هؤلاء للسجن قل الشعب الجزائري يخرج للشارع مجددا وباء كورونا من جهة المؤسسة العسكرية لان تغرد لان تغرد في سربي الشارع مرة اخرى بسبب التغير الذي حدث على مستوقي دات اذا المرحلة الانتقالية التي يعني لها ماكرون اما انها اما ان الرئيس وقع له شيء اما انه رح يكون عجل صحي او اي شيء من هذا القبيل او انه يعود على نفس الوضعية التي كان عليها بوتفليقة او انه سيعود ويعلن عن مرحلة انتقالية تتغير كل المعادلة او ان الرئيس وصفها انتقالية في نظره في نظره وفق ما يرى وفي هذه الحالة من المفروض ان السلطات الجزائرية ترد فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش هو حر يسوق البضاء اللي يحب في بلاده وانا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف الا بشعب الجزائري قال انه انتخبني الشعب تبون هكذا اذا انتخبك الشعب في مرحلة انتقالية البرلمان نفسه برلمان بوتفليقة المؤسسة التبع بوتفليقة الحكومة اكثر وزراء كانوا كانوا من المقربين من وزراء بوتفليقة ياريد كانوا وزراء بوتفليقة كانوا من الدرجة الثانية او الثالثة في نظام بوتفليقة اذا الاشكالية ان ما حدث هو تدخل معلن الجزائر لم تعبر عن موقفها الجزائر في حالة ضعف بمعنى الكلمة هل يعقل ان دولة لديها لم تعلن حتى عندنا تعليق تعليق فقط على قضية ما يحدث تصريحات ماكرو فيما يخص الاسلام الجزائر عندها جالية بالملايين هنا لم يسمع لها صوت ابدا والان يتحدث ماكرو على ان الجزائر تعيش مرحلة انتقالية اذا صمتوا معناها مرحلة انتقالية اذا لماذا طاردتم الجزائريين الذين كانوا يقولون نطالب بمرحلة انتقالية يعني لما الجزائريين خرجوا للشوارع وقالوا نريد مرحلة انتقالية والناشطين الكبار تمت مطاردتهم والزج بهم في السجول لانهم تحدثوا عن المرحلة الانتقالية هذه سهلة ولكن الامر الاخر عندما تأتي من قصر الاليزي فانتم تبلعون السنتكم اذا الرئيس الفرنسي هذه اما انها الجزائر ستعى المرحلة الانتقالية او انه تعليق من نفسه فقط او مرحلة انتقالية او انه عادت المرحلة الانتقالية التي فشلت فيها العصابة من قبل عادت مجددا وهي في مرحلة ترتيب البيت الداخلي لذلك وبالتنصيق مع الاليزي لذلك سماها مرحلة انتقالية وفي الحالات الثلاث الجزائر في وضع مستباه سيادتها في المستباه كيف لرئيس دولة اجنبية يعلق على شأن داخلي وبهذه الطريقة ويأتي باستلاحات غير واردة طبيعي ان الدول تتمنى الى بعضها البعض التوفيق وتتمنى كذا يمدح تبون يصفه بالشجاع وفي نفس الوقت يطلق ويعلن ان الجزائر في مرحلة انتقالية اذا مدامت الجزائر في مرحلة انتقالية هو صفها الرئيس الفرنسي خلينا نمشي في هذه المرحلة بهذه الطريقة المرحلة انتقالية ماذا تقتضي تقتضي حل كل المؤسسات المرحلة انتقالية تقتضي دستور حقيقي فعلي يشارك فيه الشعب وليس هذا الدستور الذي صنع في دوائر معروفة وفرد على الجزائر هنا فرد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله